موسيقى موسيقى الليها طبعا هي زيارة الأول أن جينا الواحد نشوفوا المناظرين دينا ونشوفوا الإخوان دينا لأننا ما كانش سعفنا أننا نجيوا في البداية ديال الزلزال بل أكثر من هذا وذاك عطينا واحد توجيه باش المناظرين دينا ومناظرين ما يتنقلوش لعي المكان لأن كانت لأعانة كتوصال كان سيدنا الله ينصروا عطى الأوامر الجيش باش ينتشر في هذه العماليات ديال الدعم وديال مساندة فكرة الحضور ديالنا غاد يكون غاي شووش كتر ما غاد يقدر يكون لهو معنا فتعبأنا وخلقنا واحد لأزمة خلية في الأمان العامة وهنا محلياً يعني بتنسيق مع الإخوان والمستشارين واللي يعني أعضاء المجلس الوطني باش فهلين يقدموا يد العاون للساكينة وهذا الشي اللي يشفناش فينا اللي يجيزيهم بخير يعني نخرطو في هاد الملحمة التلاحمية اللي اللي المغربة كلهم عبروا لي الحمد لله واللي أبانوا على المعدن الأصيل ديالهم طبعاً فاش الأمور بلدك ترجع بلدك تهدن جينا لها الزيرة أولاً باش نقدموا واجيب العزاء ونعزيوا راسنا أيضاً كنعزيوا خوتنا وكنعزيوا راسنا في الفقدان ديال واحد ديال خوتنا المغربة لشهداء الزلزان وأيضاً نوقفوه لإننا كان خاصنا نجيو نتصنطو لهم ونشوفو راللي سما ماش بحال ليشاف فوقفنا على واحد مجموعة ديال يعني ديال الخسائر وديالأضرار اللي قصد مباني ديالهم وقصد السكن ديالهم ولي الحمد لله الحمد لله سيدنا اللي ينصروا أطاع يعني راكم شفتوه يعني بالواحد الانخيرات الشخصي عملي استراتيجي وواقيعي وراكم شفتت بواديلوا عقل ثلاثات ديال الاجتماعات يعني في إطار تنزيل السريع يعني باش نخفوه على هدناس من الأدرات ديالهم داب اليوم ما غريش نبقو ندروا على الزلزال والتابيع داب ففتنا واحد مرحلة كندوزول مرحلة أخرى بقول مرحلة أخرى هي ديال البناء دا الإعمار ومتنساوش راه اللي تب تبهم نتطلق بواحد نظرة مقاربة مندمجة باش هاد الناس اولا غادي نغتنموها فرصة ربضاراتي النافعة باش نعودو نقاربو هاد المجال بواحد طريقة مغيرة لان احنا كنا دائما كان طالبو كحركة شعبية دائما طلبنا بمخطط مارشال وطالبنا بتمييز الايجابي المجالي ما حاكا من الاسف هاد شي ما كنش كيتسمع ولي كاليوم كين واحد نعمل اجماع بان نر يعني كين واحد هاد كين واحد لحيف حق هاد المجال واش عندكم شي تصور اعادة الاعمار تصور معلوم تصور اولا نحنا قلنا انا كنقول لك اليوم ما شغل الديور انا كنقول لك نمط حياة فاليوم خاصنا هاد الناس اولا ناخدو الخصوصيات دياله المحلية لان ما يمكنش غالي يجيبو تسكنوا في سكن اقتصاد دياله عنده الكوري دياله عنده البهيم دياله وشي خاصوا يتخاذب على الاعتبار وهدي جريبة عشناها قبل عشناها في السينات في الفيضانات اللي كان ضربت في الغرب او سلعيدو دي حدا يبقى صغير ديك الساعة ولكن عاش ديك الفترة للدولة ففعل الحسن الثاني الله يرحموه فعلا دخل وقام بزيارة الغرب وعطاول الناس اعطاولهم واحد مئتين مترو تقلي واحد مئتين مترو او مئتين مترو من قش عقل واليكد واحد المئتين مترو اللي عطينا لهم باش يقدرو يكون يديروا فيها الماشية دياله الى اخره وخلقناها خورا نموذجية الخورا نموذجية اعطت ليهم جماعات لها يقولت يعني دخلات المادار الحضاري بحل الحوافات بحل سيد سليمان بحل دار القداري الى اخره يعني هذو تجارب اللي عشنا في الماديرة مش يكنا نعاوذوك نفس اكرروا العجالة فاليوم فقط غير نستحضروا ما قمنا بها في الماضي باش نحاول ان شاء الله فعلا بنفس النفس نعطي واحد وحد الدفعة لهذه الساكينة اللي عليك تحتاج كل دعم وكل مساندة